موسيقى كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح قاله يوم السبت أنه تلقى أصداء من بعض العلامات والوكلاء الجدد الذين تحصلوا على الاعتماد تفيد بتسويق سيارات جديدة في السوق الجزائرية بأسعار تنافسية تبدأ من 160 مليون سنتيم وأضاف زبدي أن هذه السيارات ستكون أسيوية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات والمواصفات التي فرضها دفتر الشروط غير أنها ستكون سيارات جديدة في متناول الجزائريين وهي لعلامات معروفة في الأسواق الدولية وأشاد زبدي بإقدام بعض العلامات على تخفيض أسعارها للمواطنين على غرار علامات شيري وجيلي وأبل وهذا ما سيزيد من وطيرة المنافسة كما ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار السيارات المستوردة والوقوف على تكلفتها الحقيقية وهيكلة ربح الوكيل وذلك بهدف ضمان تسويقها بأسعار عادلة للوكيل والزبون وتفادي الأرباح الخيالية والأسعار لمبالغ فيها خاصة في ظل ما يعنيها لسوق من ندرة وإقبال كبير على شراء للسيارات الجديدة موسيقى